لا عداء دائم ولا صداقة دائمة وإنما مصالح دائمة مقولة خلدها التاريخ لرئيس الوزراء البريطاني وينسون تشيرشيل متخذ القرار الأمريكي الذين يدرسون للعالم البراغماتية يستنكرون على تركيا مساعيها للتطبيع مع نظام الأسد من أجل حماية أمنها القومي ففي آخر تعليق للإدارة الأمريكية على الخطوة التركية صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيدي برايس بأن بلاده تدعو إلى عدم التطبيع مع نظام الأسد مسار التطبيع التركي مع نظام دمشق بدأ منذ أكثر من عام في أثناء لقاءات مخابراتية للتنسيق الملفات الأمنية بعد أن باتت الميليشيات الكردية الانفصالية المصنفة إرهابية تمثل خطرا داهما على الأمن القومي التركي لقاءات كانت دوما تتزامن مع لقاءات أمنية وسياسية تركية مع الحليف الأمريكي ونقل مخاوف أنقرة من هذه التديدات وكانت غالبا تقابل بتجاهل أو عدم اكتراث بعد العملية الإرهابية التي وقعت وسط إسطنبول منذ شهرين أصبح لزاما على تركيا أن تحمي أمنها وتتحرك منفردة بعيدة عن حليفها الذي لا يهمه شكوى أنقرة المستمرة بل ويدعم هذه الميليشيات بالسلاح والتدريب وتسيير الدوريات المستركة لحمايتها بحجة محاربة داعش واشنطن التي تسعى لعزل روسيا بعد غزوها أوكرانيا تدعو العالم إلى عدم التطبيع مع نظام الأسد لإحباط مساعيه للتقريب بين تركيا ونظام بشار الأسد وتتخذ من فزاعة عودة العلاقات مظلة لتأليم المعارضة السورية التي تتخذ من تركيا منطلقا لها خطوة قرأتها القيادة التركية سريعة فكان اجتماع وزير الخارجية التركي مولود شاوي شوغلو بقادة المعارضة السورية في أنقرة وتأكيد التزام أنقرة بمواصلة المسارد السوري والمفاوضات السياسية حرصا على ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين وتبقى مقولة تشيرشي الحاكمة ولكنها تفسر على أوجه مختلفة كل حسب مصلحته وتوجهاته ترجمة نانسي قنقر